حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب حدثنا مرثد بن عبد الله اليزني قال حدثنا الديلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بأرض باردة وإن لنستعين بشراب يصنع لنا من القمح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسكر قال نعم قال فلا تشربوه فأعاد عليه الثانية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسكر قال نعم قال فلا تشربوه قال فاعاد عليه الثالثة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسكر قال نعم قال فلا تشربوه قال فانهم لا يصبرون عنه قال فان لم يصبروا عنه فاقتلهم حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مرث دي بن عبد الله اليزني عن ذيلمين الحميري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان بارض باردة نعالج بها عملا شديدا وانا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوا به على اعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل يسكر قلت نعم قال فاجتنبوه قال ثم جئت من بين يديه فقلت له مثل ذلك فقال هل يسكر قلت نعم قال فاجتنبوه قلت إن الناس غير تاركيه قال فان لم يتركوه فاقتلوهم حدثنا ابو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن مرث دي بن عبد الله اليزني ان ديل من اخبرهم انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله ان بارض باردة وانا نشرب شرابا نتقوا به فقالا له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسكر قال نعم قالا ثم اعاد عليه المسألة قال هل يسكر قال نعم قالا فلا تقربوه قال فانهم لن يصبروا قال فمن لم يصبر عنه فاقتلوه فانهم لن ت MIL boreزعان فانهم لن ت بارد أو تصل yeah ماstick فانهم لن اصبع فانهم لن تهليد